السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار مرحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز واليوم معنا جهاز جديد من شاومي اللي وفر لي شركة بي سي آي وكيل وموزع لشاومي في الأردن والعراق فخلونا نخوض في هذا الموضوع بس قبل ما نخوض قبل ما نخوض لازم أذكركم أول إشي فعلوا جرس التنبيهات على قناتي هذا أمر مهم جدا جدا جزاكم الأخير تابعوني على انستغرام وعلى فيسبوك على تيك توك أيضا في محتوى حصري على قناة باس يلا تتابعوني هناك الروابط في صندوق الوصف شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ البكيج لسه ما تغير يعني ما خدناش البكيج الزير حتشوفه على شاومي الليفل العالي الفلاكشيب فعنا جهاز أتوقع أنه هاخد اللون الأزرق أنا طبعا مكتوب عندي على الجهاز أنه هذا الريدمي 9T اللون كاربون جري 4 جيجا باي ترام و 128 جيجا الساعة تخزينية حاليا هذا المتوفر حيتوفر أتوقع خيارات 125 مع 6 جيجا باي ترام أيش كمان وكتوب هون وكتوب ريدمي 9T وإيزي أكس مع جوجل أكيد حيكون جوجل وهون أيضا بي سي آي شعار بشركة بي سي آي طيب طبعا في علامة سريعة حيتميز هذا الجهاز أول ما تشتري مكتوب 6000 ميلي أمبير البطارية هون 6000 ميلي أمبير أوكي علومة كويس وحلوة بسم الله نبدأ أسرع أسرع أوكي ديزاين باي ريدمي ريدمي طبعا هي شركة تابعة لشاومي عنا أكثر من قطعة حاول نأخذ كل قطع الجهاز بعد الجهاز في عنا هون أوكي عنا كيبل عنا كيبل USB Type-C تمام وعنا شاحن هذا الشاحن قدرته 18 لا أعتقد ما شو واضح عندي أعتقد قدرة هذا الشاحن 18 واط رح أتأكد إن شاء الله سنقرب على الصورة هون ماشي الحال هذا الباكيج حيكون أكيد فيه حيكون الديوكومنتيشن اللي متعاودين إحنا عليها سيم جيك تول أكيد هاي الديوكومنتيشن اللي متعاودين عليها من شاومي هل يا أخوان هل في حد عمره قرأ الديوكومنتيشن لازم نقرأه صاحب وفي عنا أوه كمان دائما لازم يكون موجود هذا إشي حلو الربر بلاستيك بيحمي جهازك طيب هسه ضل عنا الجهاز نفسه ماشي الحال طبعا كاتبين هون إنه هذا الجهاز فيه كاميرا 48 ميجا بيكسل ألترا وايد تدعم الاي اي تمام وعنا البطارية ستة آلاف تمام الشاحن هون 18 واط دعم 18 واط أوكي وعنا معالج سناب دراجون 662 تمام والشاشة فل HD بلس 6.53 ميجا أوكي نروح على الجهاز نفسه آه هسه فيما تشوي يعني غري هو هو سيلفر خلينا نشيل هاي بس لو سمحتو جد الجهاز سيلفر البروز قليل السماكتو يبدونها كويسة أنا البطارية صراحة كويسة واضح درعا في خطوط هيك مع الضو إذا شايف إذا واضح معاكو نعمل هيك هو مش أسود أتوقع غري مائل للسود إذا أنا اللون معاي صح وفي عنا الشعار ريدمي هو بلاستيك أكيد عنا USB Type-C وعنا سماعة تحت مع مايكروفون وعنا نوتش رح نشغل الجهاز طبعا هذا الجهاز يامل لك نوتش وفي عنا هون ثلاث نقاط أعتقد سماعة هو ستيريو سبيكر هاي أيضا سماعة فهذا الجهاز مع أنه من الفئة اللو تير الفئة الأولية بس يبدو أنه عنده سماعة ستيريو سبيكر وعنده كمان مدخل 3.5 وأيضا المايكروفون والبصمة أي جانبية زي ما أنتوا شايفين فبشكل عام الجهاز عالميا سعره 160 دولار السعر عندي رح يتوفر بالأردن بالمراجعة الكاملة إن شاء الله رح حكلكم عنها بإذنه تعالى بشكل عام هذا هو الجهاز هذا الممكن تتوقع لما بتشتري هذا الجهاز وهذا شكله فهل أعجبكم شو رأيكم أعتقد أن الميزة الأساسية البطارية واضح واضح أن التركيز هنا بطارية 6000 على جهاز شاشته Full HD مش مذكور هنا على كم معدل التحديث مدام مش مذكور بالأغالي بيكون 60 هرتز فأعتقد أنه حيكون هذا ملك البطاريات لأن البطاري حدوم طويلا على كل حال إن شاء الله في المراجعة الكاملة رح أخبركم عن يعني على أقل يعني حتكون مراجعة مقارنة بالسعر انتظروني في المراجعة الكاملة لهذا الجهاز لا تنسوا تتابعوني على إنستجرام على فيسبوك وعلى تيك توك وأيضا على باز الروابط يا أخوان في صندوق الوصف وفعلوا جرس تنبيهات جزاكم الله أخير بشوفكم في فيديو المراجعة إلى اللقاء